السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنشوف مع بعض طريقة رص مطبخ العروسة وازاي ان انت تقدري تستغلي كل مكان موجود في المطبخ وكمان فيه ارفف ما بينفعش تحطش فيها حاجات غير الادوات القهربائية يلا نبدأ على طول ونشوف عروساتنا الحلوة فرشة مطبخها ازاي عندها هنا في الرف اللي فوق جمعت كل شفاشق العصير وحطت معاها كبيات عصير شبات كبيرة وكمان عندها هنا طقم للعصير اللامون حطته في النص وحطت حواليه الكبيات السادة وحطت الملحتين بتوع طقم الأرقبال الرف ده حطت عليه فنجيل للأهوة وجمعت معاه كمان طقم شاي سادة خالص وحطت عليه فنجيل أهوة صغيرة الكبيات بطبقها كمان عندها مجين هنا حافظ للحرارة حطتهم يمين وشمال على شكل ده بديب وفيه عندي هنا طقم الكسات اللي بيكون ألوان مختلفة عن بعضه حطت بس كسين للتزيين يمين وشمال حطت أطباق هي هتعمل فيها سلطات الرف ده حطت عليه طقم أرقبال كامل وزي ما اتفقنا في طقم النيش في فيديو النيش إن دلوقتي محدش بيحط الفنجيل على أطباقها فهي قلبتها بالشكل ده وحطت اللبانة والسكرية والبرات في جنب الوحدهم أما الرف ده حطت الصواني تقديم هي مش هتستعملها وحطت طقم الفصفص اللي هو بيكون للست طباق الصغيرين هي حطاهم جايباهم على شكل النجمة وطباق الفصفص دي بتكون للمكسرات وكمان باقي طقم الألوان بتاع الكسات حطته مقلوبين اتنين يمين واثنين شمال طقم السمك ده معروف إن هو بيتحط في ضرفتين لوحده وما بيتحطش معاه حاجة هي حطى الطباق الكبير ورا وحطى الست طباق رفعاهم على استنداتي مين واشمال وحطى معاهم نص طقم من قطقم الكبايات بتاعت الشاي الرف ده حطت عليه المكسر ماشين لوحده ما حطتش معاه حاجة خالص لأن هو يدوب على الأد هنا بقى يا جايبة ما شاء الله طقم الأرقبال العسل الغامق هي جايباة وموزعاة على رفين ده بييجي من كل حاجة اتناشر فالفناجين حطاهم هنا بالشكل ده يمين واشمال على بولات ومعاهم كبايات للنسكة فيه باقي الطقم جمعيته كله فرف وواحد حطت الأطباق كله وعليهم البولة الكبيرة وست طباق الرز حطتهم يمين واشمال وعليهم البولتين البقين طقم التوابل عندها باسم الله ما شاء الله رائع هي حطيته هنا فوق الميكرويف لأن ما كانش ليه مكان هياخد مساحة كبيرة حطت بقى قطقم التوزيع وزعتها اللي هي المعالق والشوك والسكاكين وزعتهم هنا بالشكل ده وكمان حطت هنا طقم القهوة وحطت طقم توزيع صغير طقم توابل حطته اللي بييجي على ستند على شكل درج الناحية التانية فوق الحوط حطت المطباقية وحطت فيها الاطباق اللي هتستعملها وكمان كل الكبايات اللي هتستعملها اللي هي كبايات الشبات الكبيرة للعصير وكبايات شاي وكبايات قهوة ومجات للنسكة فيه يعني جمعت كل حاجة هي تستعملها في الارفوف دي اتمنى يكون الفيديو عجبكم واضعوا لعروساتنا ربنا يهنيها بحاجتها يا رب ويجعل شاقتها وش السعادة عليها وعبال كل البنات قولوا امين اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته